يا أهلا بكم في فيديو جديد تفصيلي هوضح لك فيه الفرق ما بين أمسفت جي تي آر سري برو وأمسفت النسخة الأصغر الجي تي آر سري باعتبار الندوة الجيل الأحدث من أمسفت في إصدارات 2022 وهو كان بديلا عن الجي تي آر تو الجيل التاني الجيل الأقدم اللي كان في 2021 والجي تي آر تو اي وطبعا كلنا عرفنا الناس اللي جربت الجي تي آر تو والتو اي الفرق ما بين الاتنين كان واضح جدا أن الجي تي آر تو كان فيها من وراء سبيكر للرد على المكالمات باستخدمه في الرد على المكالمات وسبيكر تاني باستخدمه في سماع الأغاني لأن الساعة كان فيها مساحة أخزانية 3 جيجا بايت قادر أخزن عليها أغاني كتير جدا لحد 300 أغنية تقريبا وطبعا كان فيها واي فاي الواي فاي دوت باستخدمه استخدام واحد فقط أننا نقلبي الأغاني من الموبايل للساعة ودوت كان الاختلاف ما بين الجي تي آر تو والتو اي النسخة الاصغر منها او النسخة الاسسينشيال منها طيب الجيل الاحدث اللي نزل الجيل التالت من اماسفيت وهو الجي تي ار سري برو والجي تي ار سري وهقول لك في الفيديو ده تصديق الفرق الواضح ما بين الاثنين لان الفرق ما بين الساعتين كفلوس بالزبط هو الف جنيه لان الساعة دي الجي تي ار سري سعرها اربعة تلاف ومتين جنيه انما الجي تي ار سري النسخة البرو سعرها خمس تلاف ومتين جنيه بس اللي انا عايز اقول لك يا صديقي لو انت البودجت بتاعتك سمحة انك تدفع الفرق دو تدفعه انت متطمين لان انت بتشتري سعر خمس تلاف جنيه زي ما بنقولك ده ساعة ساعة العمر يعني اللي هتفضل موجودة معي طيب خلينا نرجع لاصل الفيديو والفرق ما بين الساعتين ايه اول حاجة حجم الساعتين واحد حجم الساعتين ستة واربعين من للبادي دوت كله بالكامل مساحته ستة واربعين ملي فالساعتين شكلهم على اليد او حجمهم هيكون واحد ستة واربعين ملي مفيش اي اختلاف ما بين الاتنين بس الحاجة القويسة اللي عملتها او تطور اللي عملته اماس فيت في النسخة البرو الجي تي ار سري برو النسخة اللي على الشمال ان هي قبرت حجم الشاشة واحتفظت بحجم الساعة القديم حجم الشاشة هنا واحد فاصل خمسة واربعين من مية بوصة إنما حجم الشاشة هنا 1.39 من 100 بوصة وهنا بقى الجزئية اللي عجبتني أنا واخد الساعتين نفس الحجم 46 بس هنا الحجم أكبر فمعنى كده إن أنا فعلا شايل ساعة هنا السعب الكامل عبارة عن شاشة طيب هل في اختلاف تاني في النسخة البرو؟ آه هي دقة العرض دقة عرض المحتوى في النسخة البرو هنا هي Ultra HD لو أنت بتتحرك كده ما بين الابليكيشن بس هتلاقي التفاصيل بين قوي وهتلاقي الألوان بين قوي اللون الأسود أسود واللون الأحمر أحمر والألوان بين قوي فيها لأن دقة العرض هنا يا صديقي هي Ultra HD إنما دقة العرض هنا للأسف في ساعة 4000 جنيه في إصدار جديد احتفظت بدقة العرض الأديمة اللي هي الـ HD بس الفريق ما بين الاتنين هنا معين أنا حطت لازقة هنا وهنا مش حطت لازقة هنا التفاصيل بين إزاي والألوان ظهر إزاي في النسخة البرو الأسود إسود والألوان التانية اللون الأحمر أحمر إنما هنا للأسف الألوان مش ظهر قوي فهنا النسخة البرو تكسب لأن هي بتيجي بحجم شاشة أكبر وبتيجي بدقة عرضة أعلى شوية فهنا النسخة البرو تكسب الاتنين نفس نوع الشاشة أموليد ما فيش أي اختلاف ولا دي نفس الألوان ونفس كل حاجة عدد البي بي آي هنا 331 هنا 326 ولا فيهم أي اختلاف عدد النتس في الاتنين واحد الاتنين ألف نتس معناها إنك هتشوف بسطوع أفضل تحت أشعة الشمس لأن عدد النتس زاد كان في النسخة الأي القديمة كان أعلى عدد نتس من أمس فيت كان 600 نتس إنما هنا البرو تنس زاد وصل لحد ألف نتس فهتشوف تفاصيل بس أنا ما حستعاش قوي نفس طبقة الحماية على الساعة الاتنين واحد طبقة حماية اسمها تمبرت جلاس بس أنا كنت أفضل إن هي تحط طبقة الحماية اللي كانت موجودة في الجي تي آرتو اللي هي الكربون البصر اللي إن هي كانت أقوى طب أنا إيه اللي خليني حطيت لازق الشاشة هنا لأن الشاشة بدأت إلى حد ما تتجرح التجريح دي مش في الشاشة دي في اللازقة فلما بدأت الجرح اضطرت إن أنا حطت عليها لازق الشاشة حتى تلاقي الفريمك دوت في أتربة لأن دوت لازق الشاشة مش الشاشة طيب هل في فروق تاني آه في فروق تاني الووتش فيسز شاف الووتش فيسز المتحركة دي الكلب المتحرك والووتش فيسز هنا اللي بنقول عليها سمزات أو أوجه ساعة المتحركة هنا هو الساعتين هنا بيشيل ووتش فيسز كتيرة جدا بس هنا الجي تي ار سري برو النسخة البرو بتشيل ووتش فيسز لحد مية وخمسين مش فارق الرقم كبير قوي دي أنا لو حطيت خمسين حلوة جدا إنما هنا النسخة التانية بتشيل بس لحد مية ووتش فيسز مش هيفرق أو مش فارق واضح أنا هي من اللي اتنين بيقدموا ووتش فيسز متحركة طيب البطارية اللي اتنين واحد ربعمائة وخمسين ميلي أمبير بس البطارية هنا بتقعد عشر تيام في النسخة العادية الجي تي ار سري إنما الجي تي ار سري برو بتقعد ست تيام ليه هقولك بقى ودي المهم ودي نقطة فاصلة قوي ما بين الساعتين الجي تي ار سري برو يا صديقي لو بصيت من وراء هنا هتلاقي في سبيكر سبيكر ومايك باستخدمه في ايه باستخدمه في الرد على المكالمات واستقبال المكالمات لأن الجي تي ار سري برو هنا بمجرد ما هخش هلاقي فون دايلر كامل زي اللي موجود في الموبايل فون دايلر زي اللي موجود في الموبايل هنزل اجيبه لك كده هؤ تمام بتضغط عليه بيجيب لك الريس انت المكالمات الفائتة وهنا بيجيب لك التوب كونتاكت لو انت مسجل كونتاكت عندك على حد ساعة وطبعا فين تضيال بات يقدر تعمل مكالمة دايركت من الساعة وترد من السبيكر هنا مش موجودة لأن ما فيش سبيكر هنا وهتلاقي في هنا سبيكر تاني على اليمين بستخدموا الان سماع الأغاني لأن الساعة هنا النسخة البرو فيها مساحة دخسلية تلاتة جيجا بايت والساعة هنا برضو فيها مساحة تخزينية تلاتة جيجا بايت النسخة العادية بس في البرو بستخدمها لسماع الأغاني فقط لا غير إنما في النسخة العادية لأنها ما فيهاش سبيكر من ورا فمش هقدر أسمع عليها أغاني زي ما انت هتشوف دلوقتي تمام شغل بس الاغناش نوريلك هنا طبعا الموضوع دوت مش موجود خالص تقدر تتحكم في الأغاني لكن ما تخزنش على الساعة الأغاني لأن هي ما فيهاش سبيكر معين الاتنين فيهم نفس المساحة التخزينية بس هنا المساحة باستخدمها للواتش فيسز الأنيميتة عشان هي متحركة تمام؟ الاتنين وزنهم 32 جيجا بايت والاتنين الأنظمة الصحية واحد مفيش فيها أي اختلاف الساعتين بيقيسوا برنامج البي آي دوت هو برنامج تحفيزي بيخليك تلعب رياضة وبيقيسوا معدل نبضات القلب وبيقيسوا نسبة الأكسجين في الدم البلاد أكسجين وفيهم خاصية الوان تاب بتعمل تيست كده لأربع مقاييس مختلفة وفيهم كل حاجة إلا بس النسخة البرو هنا فيها نظام صحي بس مختلف مش موجود في النسخة العادية وهو البرد تيمبريتشر إن هي بتقييش درجة حرارة الجلد اللي هو اسمه ترموميتر دوت بتقسلك درجة حرارة الجلد طبعا مش بديل للترموميتر لأن الترموميتر بيقيس تحت اللسان فبيقسلك درجة حرارة الجسم نفسه فالأنظمة الصحية اعتبرهم واحد يا صديقي لأنهم بيجوا بسنسور واحد اسمه بايت راكر الجيل التالت الأنظمة الرياضية برضو واحد لأن الساعة هنا بتحتوي على 150 وضع رياضي رقم كبير حتى رياضات الـ ES بورتس اللي هي بتاعت البلاي ستيشن مش عارف هي هتترك ايه مثلا هتمسك الدرجة تقول انت مسكته كم مرة في اليوم فالموضوع هنا مختلف يعني طبعا هنا الستراب النسخة البرو بتيجي باستراب من الجلد بيكون أشيك وأقيم هنا إنما النسخة العادية بتيجي باستراب من السيليكون فده كان الاختلاف الواضح ما بين الاتنين لو معك زيادة كمل واخد البرو لأن البرو يا صديقي بتيجي بحجم شاشة أكبر ودقة عرض أفضل شوية بالإضافة أن فيها مايك وسبيكا للرد على المكالمات هنا ولا في مايك ولا في سبيكا للرد على المكالمات بس لو تلاحظ إن أماس فيتل ساعات اللي جاية هتنزل النسخة البرو والنسخة العادية لأن الجيل الأقدم كان عندك الجي تي ار تو والتو اي خلاص كلمة اي دي أو حرف الاي ما بقاش موجود بقى في الجي تي ار سري والجي تي ار سري برو وده الفرق الواضح ما بين الاتنين أشتري ايه؟ كمل الالف جنيه واخد النسخة البرو عشان أكون صريح معاك لو هتشتريها من برة مصر إلى حد ما هتكون أرخش شوية حوالي الف جنيه بس إنت بتفقد حدث الضمان ما ببقاش لها ضمان طبعا الساعتين ضد المياه لمدة خمسين متر عادي زي يوم زي ساعات أماس فيتل لو فيه أي كومنتز أو أي حاجة دفهولي في الكومنتيات اكتب الكومنت اللي إنت عايزه وهيتم الرد عليك في الحال شكرا